طيب انا انا هحاول عمك شوية زمان وانا حتى من ناقة كنت بقول كده في الانترو انا على اللي مسلا في التسينات كنت براحل استاد ومطشات لها اليو الزمالك كنت شوف الناس مسلا انا روح مسلا مع صاحبي اهلاو او زمالكاوي ونخرج تعالي نتقابل عند مسجد الرشدان نخش المطش مع بعض نخرج مع بعض الجمهورين خارجين من نفس الباب مفيش اي مشاكل واحنا الحمد لله دلوقتي هو في قرار مبارح انه بقى عشرين الف مشجع راجعين لستاد تاني ليه الموضوع راح لهذه الحسايا الكبيرة اوش اللي بقى دمات ايه اللي هو فيها مبالغة انا اتفاهم ان انت كاهلاوي ما تكونش بتحب الزمالك والزمالك بحبش الاهلي كجمهوري انا بحب في الاتيو بس لكن ليه بقى فيه تعصب زايد عن الحد مش المنطق يعني مش الطبيعي اه بص السؤال ده يعني ايه مش هيكون كفاية ليه وقت البلنامج براحتك لا استنى بس اه براحتك لان فيه كمان مرتبطة بيه ظاهرة اه يعني الناس اللي بتشاغل في الكورة ايوه واخد بالك اللي بيشتغلوا في الكورة ايا كانوا ام سواء اعلام سواء ادارات سواء ادارات اندية يترى بيعودوا يفكروا في السؤال ده ليه بقى فيه الاحتقان والحساسية زادت صح ليه مش عايزين بقى ايه الردود الانطباعية اصلا فلان كان بيشتم من الاهلي فلان كان بيعمل كذا فلان من لعبت الزمالك عمل كذا فلان من لعبت الاهلي عملك ده كلام انطباعي لان فيه ظاهرة مرتبطة بديه صح ان كل مباراة الاندية تقريبا تقريبا في العالم العربي تقريبا وخصوصا في الشمال الافريقي بداية من مصر الى المغرب حطوا شوفوا ملاحظة كده الجمهور مين الجمهور جيل جديد تماما شباب سن 14 لسن 25 26 30 اه هتلاقي فيه بعض الجمهور الكبر السن مثل انا بقى العزمة الملحرة العمرية دي الملحرة العمرية اللي هي ناس بتقعد تهتف وتشجع وتهز المدرج وهو فيه تفسير للظاهرة دي يعني وعلى فكرة مش هتلاقي الظاهرة دي اوي في اوروبا مثلا ممكن تلاقي في المانيا لان المانيا عايشة حالة خاصة بلا فترة واش درجة الانفعال والشغب زادت جدا لاسباب مختلفة لكن بشكل عام في اوروبا مش هتلاقي الجمهور الانجليزي كله من شباب زي شباب الالترس ما بيحصلش يعني انما هو ظاهرة عربية اللي بيشتهن في الكرة لازم نعلم بانفكر وعلماء الاجتماع اللي هما اللي انا بشوف انهم مقصرين لان علماء الاجتماع قبل كده كانوا بيدرسوا ظاهرة الكرة القدم وزايا انها ظاهرة اجتماعية وسياسية ورياضية علماء الاجتماع في هذا الزمن في هذا الزمن من علماء الاجتماع العرب مش هتكلم عن المصرين بس بيعدوا يفكروا في الظاهرة دي ظاهرة ان الشباب عنده من 15 او 14 او 12 سنة لسن الخمسة وعشرين تلاتين هو اللي بيقى عنده هذا الحضور المستمر في المدرجات لفرقهم البساء اللي بتختلف بالنسبة للمنتخبات احيانا يعني متوسط العمر بيزيد شوية في المدرج مع المنتخبات انما معفرة الاندية في حاجة بتخلي الشباب ده هو اللي اللي بيعبر عن نفسه بيعبر عن فريقه بيينوصل فريقه بشكل اللي هو بكلمة القلطس اللي هو الانتماء المتطرف يعني اللي هو الانتماء قوي جدا يعني هل المسؤولين الاندية لهم دور كبير في هذا الامر يعني مثلا دايما يقولك نلوم كلنا على الجمهور بس سواء في الاصل انه المسؤول نفسه هو اللي ممكن يكون بيحرك كل ده بص انا بص انا الكرة شغلتي مش الكرة بس الرياضة شغلتي بشتغالها من سنين طبعا ومارستها طول عمري ومارست كل الالعاب رياضية ما اللي يمكن انساني يتخيل انا مارست ايه يعني من الدايفينج للكرة للسباحة كل حاجة لكن خلينا بس اقولك اجابة يعني هي صخيفة وصريحة الاندية بتاعتنا كلها قياداتها تقريبا والاتحادات ما نهمش دعوة بالظواهر بالمسائل اللي محتاجة عمق حقيقي في البحث والدراسة الاسباب احنا لو بنعمل ده مش هنوصل لللي احنا وصلنا له ابدا مش هيبقى فيه هنعالج الاحتقان هنعالج ده هنيتفهم الشباب ده عايز ايه ليه بيعمل كده ليه هو حريص ليه بنسباله الفريق بتاعه كأنه وطن ايوة دي ظاهرة لازم نفكر انا مش ضد ده لانها ظاهرة عامة في كل العالم كل العالم حب في الايتك تمام وعشاءهم حب زي ما انت عايز في الايتك وكل حاجة وشجع زي ما انت عايز صحيح انما التطرف في هذا الحب هو الخطر صحيح فاحنا عايزين يعني نقلل من هذا الخطر يعني عظيم انما ده طبعا انا بس عايز اقول ان احنا ما بندرس شي ولا بنتعب ولا بنتأمل للظواهر اللي موجودة في ملعبنا وفي الرياضة بتاعتنا وفي شارع الرياضة بتاعنا دي حاجات لازم تدرس صحيح شكرا